اشتركوا في القناة يده الله ورعاه في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك تلبية لتطلعات دول المجلس وشعوبها وترسيخا لدعائم الأمن والسلم والاستقرار جاء ذلك خلال استقبال رئيسة مجلس النواب معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق وخلال اللقاء نوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن الظروف الراهنة جراء تفشي جائحة كورونا والمتغيرات والمستجدات المختلفة على المستوى الإقليمي والعالمي تعزز من أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والمواقف والتنسيق في وضع الاستراتيجيات والخطط والمبادرات بما يمكن دول المجلس من مواجهة تحدي كورونا والتقليل من تداعياته وأثاره على المستويات كافة وأكدت حرص السلطة التشرعية في مملكة البحرين على الدفع بمسيرة التعاون مع مجالس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التواصل المستمر والتنسيق والتفاهم من جنبه أشاد معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تحرزه مملكة البحرين من تقدم تنموي مضطرد وما حققتهم من إنجازات متميزة في التصدي لجائحة كورونا من خلال تطبيق أفضل الإجراءات الصحية والوقائية والتي كان لها أثرها البالغ في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع